تحية طيبة مشاهدين الكرام مرة أخرى وتحية لزملاء لإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل هذه المرة من العراق ونتحدث عن يوم السلام العالمي ضيفي في هذا الحوار الخاص من العراق لبرنامجنا العربي بيت للكل هو الفنان والأكاديمي الدكتور حسين علي هارف ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير دكتور ومنورنا مساء الخير والسلام عليكم على كافة المشاهدين وعلينا أن نفخر بأن السلام هو تحياتنا تحية ديننا السلام عليكم دكتور بهذه التحية الكبيرة تحية الإسلام السلام على كل شخص وعلى كل إنسان وعلى كل بلد وعلى كل دولة رؤية الفنان والأكاديمية الدكتور حسين علي هارف لعنوان السلام الحقيقة الآن بألمة أقولها علينا أن نعترف أن السلام العالمي والسلم العالمي مهدد يعني الآن مناطق عديدة بالعالم تشهد نزاعات حتى في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا وتدخلات الدول الإقليمية في المنطقة العربية في أفريقيا بلدان تشهد نزاعات داخلية قسم نتيجة الانقسامات وبسبب غياب الهوية الوطنية وتسيد الهويات الفرعية هذه مشكلة لمشكلات مجتمعاتنا لما تتعدد الهويات الفرعية الدينية والمذهبية والعشارية والقبلية تبدي الهويات الوطنية الدوب وتولد نزاعات داخلية وتدخلات القوى الخارجية تغذيها فتولد نزاعات أخطر منها الحقيقة الآن يعني يفترض أنه المنظمات الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات كثيرة أخرى أن نقوم بدورها في صنع السلام الآن مهمة هذه الدول والدول ذات النفوذ الكبير أم تتدخل لنزع فتيل الحروب القائمة الآن والنزاعات القائمة للأسف البعض يرى أنها قد تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة إذن ناقص خطر بالنسبة لـ نعم لأن المعطيات الآن في المنطقة تكاتت تشابه مع معطيات سبقة الحرب العالمية الثانية أو الأولى يعني الحرب العالمية لا تقام فجأة بدون مقدمات عادة ما تقوم وتنشأ من نزاع بين دولتين تتفاقب الأوضاع تدخلات الدول الجوار ثم الدول الإقليمية وتتكون المحاور لتنشفها يعني نأمل أن لا يكون هذا بطبيعة الحال يعني العالم يجب أن يتفادى دكتور بهذا الخصوص أنت اليوم تستشعر بناقص خطر بالنسبة لمجريات أحداث مرئية للعيان في كل بلدان العالم وفقط الوطن العربي نتحدث اليوم عن دور الإعلام المثقف الفنان هل هناك دور خاص في قضية تقنين هذا الخطر بالنسبة لبلداننا العربية وما دور الإعلام بشكل عام يعني أنا شخصيا أشعر أنه إحنا كمثقفين وعندما أقول نحن يعني لا أقصد نثق في العراق المثقفين في كل العالم ويما هو الفنانين مسؤولون عن كل نزاع حدث يعني كنا سبب في حدودنا لأن لو كنا نمتلك التأثير المجتمعي تأثيرنا كقوى ناعمة أن نهيأ الأرضية في السلم المجتمعي والتعايش السلمي لو كان كل طبقة المثقفة في بلدات تقوم بهذا الدور كنا تفاجينا كثير من النزاعات يعني هذه من نجهة نظرية يعني أنا أحاسب أنفسنا أحاسب أنفسنا نفسي فالآن قلنا صنع السلام مسؤولية منظمات دولية المرحة الثانية هي حفظ السلام حفظ السلام منه بعد أن نعمل على إيقاف أي نزاع أو عرب لازم نتخذ إجراءات من شأن أن لا يعود هذا النزاع مجددا لأن السهولة أن يعود مجرد لأن هذه الطبقات السياسية في العالم حقيقة خاصة المتطرفة منها تعيش على النزاعات والحروب وكينونتها وعلى رجال الحرب ولذلك يمكن دكتور مفردة السلام أو هذه الكلمة الكبيرة التي بها معاني عميقة حقيقة تكون بالضد الدول التي تبحث عن الدم والقتل والترويع تكون مرعبة بالنسبة لهم والدليل ما يحدث اليوم في فلسطين في فلسطين وفي كثير من الدول العدو الصهيون الإسرائيلي يرفض رفضا يعني قاطعا بوجود السلام بينه وبين فلسطين يسترد إلى فكر عنصري إلى فكر متزمت إلى فكر متعالي يقصي الآخر وهذه مشكلة القول بالآخر يعني هذا أيضا ثقافة مناهجنا الدراسية خاصة في المنطقة العربية وفي كثير من بلدان تفتقر إلى فكرة تعزيز فكرة القبول بالآخر التعايش مع الآخر المختلف أقصد يعني المختلف عنك دينيا مختلف عنك مذهبيا مختلف عنك سياسيا مختلف عنك عشاريا في كل هذا نرجع إلى دورنا أنا أرجع أول أن الإعلام وسائل الإعلام الحكومية منها وغير حكومية والفنانين والمثقفين أدباش وعراء اللي أنا سميهم الطبق النايم يجب أن يعززوا فكرة بناء السلام نحن نحتاج على الأقل على الأقل لنتفادى نزاعات مستقبلية في العقد القادم أو اللي بعده يعني نشوف مسؤوليتنا مسؤوليتنا مستقبلية مسؤوليتنا تاريخية كيف من خلال نتاجاتنا نحن من خلال الشعر والرواية والسينما والمسرح وكل الفنون الإبداعية نهذب من طباع مجتمعاتنا ونعزز ونرسخ وهذا ما مترسيخ فكرة السلام كثقافة كسلوك أنت من تعزز فكرة السلام داخل مجتمعك بالنتيجة راح تبني مجتمع يؤمن بفكرة السلام بالنتيجة ما راح ينتج لك هذا أفراد متطرفين أوعدهم غلوب أوعدهم تهور عندما يقودون وتكون مقاليد الحكم بديهم راح يدخلون هذا البلد في نزاع مع دولة مجاورة أو دولة بعيدة هذا القصد يعني الآن الأشخاص اللي يقودون العالم هذا هم نتاج مجتمعهم نتاج مدارسهم نتاج فكرهم فأنا أقصد دائما أنه رجال التربية ورجال الثقافة يجب دائما بالعبر المناهج عبر البرامج عبر الندوات منظمات المجتمع المدني في كل العالم الآن نحن الدول اللي أيضا صرنا رواد في هذا المجتمع دكتور حديث حضرتك خلانا أستوقف في قضايا جدا مهمة تحدثت بعيدا قبل ما ندخل بمنظمات المجتمع المدني وهذه الأمور الموجودة في كل البلدان تحدثت عن ثيمة وجود أرضية حقيقية لعمل مسرح طفل في مدارسنا سينما مسرح وخاطبة الآخر اليوم نجتمع كبلدان في الفن وفي الثقافة وفي الرياضة والآخر يتقبل المختلف أينما تواجد ونختلفنا سياسيا نجتمع ثقافيا وفكريا وفنيا على مستوى كل بلدان العالم اليوم هناك قصور في قضية تصدير هذه الأفلام التي تخص السلام المحبة الإنسانية الموجودة في كل بلدان العالم وأيضا تجربتنا العراقية التي قدمت تضحيات كبيرة بالفعل ما ذكرت لحضرتك السياسة تغذي الخلاف للأسف طبعا وداما تدفع أنا أتحدث عن في العالم بالمجمل يعني داما تدفع في مغامرات كبيرة توصل بعضها إلى حروب صغيرة أو كبيرة ولهذا هم لا يؤمنون بمشروع ثقافي يعني السياسيون الحقيقيون اللي هم رجال الدولة المفهوم مو رجال سياسية يعني يؤمنون بوجود مشروع ثقافي يجنبهم الدخول في نزاعات داخلية في بلدانهم قبل ما تكون خارجي أو مع الخارج مع الآخر خارج البلد هذا المشروع الثقافي إحنا مسؤولين عنه يعني ما ذكرت حضرته دائما أقول أنه الفن بالذات والرياضة مثل ما شفت الآن التجمعات الرياضية بطولة كأس العالم مش قد استقطبت ناس عندما أجوا في قطر استضافة كأس العالم كل مواطنين من كل العالم أجوا بمحبة وطلعوا على الثقافة العربية وعلى المجتمع العربي وثقافته شي جميل يعني كأس العالم كأس أمم أوروبا كأس الآن بطولة آسيا وغيرها حتى في البصرة من جذع النخلة احتضان كل العرب من خلال نعم تقارب إذن الرياضة وغلفا لغة سلام إذن المشروع السياسي الحقيقي الذي يريد أن فعلا ينتج دولة حقيقية يجب أن يؤمن بمشروع ثقافي ويجب أن يوكل للرجال هذا المشروع اللي هم المثقفين وإيضا طبعا جزء من الرياضة دائما أقول بالرياضة لغة سلام لغة تواصل جسر لتواصل الشعوب عندما يعني الآن مثلا بدأت حتى الرياضة وفي بعض البطولات مثلا تستبعد الدولة الفنانية لموقف سياسي كما استبعدت روسيا بالضبط من بطولة أمم أوروبا يعني شوف هنا خطأ لأن الرياضة يجب تتجاوز الخلافات السياسية لأنها تجمع حقيقة هي لا تفرق السياسة تفرق لكن يجب أن نلجأ دائما إلى المشروع الثقافة الفن الرياضة لأنها هي التي تجمع هي المسؤولة عن إشاعة فعلا مبدأ السلام العالمي دكتور متى يشعر الإنسان بالسلام الداخلي عندما يشعر بالمواطنة يعني الآن مبدأ المواطنة للأسف ديغيب عن بال المناهج الدراسية وعن بال النظم التربوي أنا أتحدث خاصة مجتمعاتنا مبدأ المواطنة ربما ترسخ ومستقر في دول عديدة مبدأ المواطنة المبني على معادلة تكافؤ بين الحقوق والواجبات بمعنى أن المواطن هو ينتمي شعورا لهذا البلد أكيد هو يحب هذا الوطن لكن عنده يعني المواطن عندما تختل معادلة أنه هو عليه واجبات اتجاه الوطن لكن له حقوق حقيقة عندما تغيب هذه الحقوق تختل المعادلة تختل فكرة الوطنية لديها يعني رغم حبة للوطن قد يكون مو حريص يكون على المال العام مثلا أو ما عند استعداد للدفاع عن بلد إذا ما تعرض للمخاطر فأنا أعتقد أن المواطن خاصة في بلدان العربية سيشعر بهذا الصفاء عندما يشعر بأنه هو أخذ حقوقه كمواطن وعليه سيكون مندفعا وملتزما بأداء واجبات اتجاه مجتمع واتجاه وطن دكتور في ختام هذا الحوار الجميل من برنامجنا ونحن نطل من خلال الشاشات العربية كان على صعيد قناة العراقية المصرية الأردنية والفلسطينية ماذا تحب أن تقول في هذا اليوم من كلمة تعبر فيها عن السلام أعتقد مجتمعاتنا وشعوبنا أحوج ما تكون إلى السلام لأنها عانت الكثير يعني أجيال عانينا كثيرا من السرعات وحروب والطفولة يعني الطفولة أكثر الشراح الاجتماعية تضررا في النزاعات ونشوف أطفال غزة وما ما يعانوا أنا أعتقد أنه يجب أن نركن إلى العقل إلى منطق العقل أدعو السياسيين إلى الركون إلى منطق العقل وتغليب مصالح شعوبهم وأدعو الفنانين والمثقفين أيضا إلى يعني رفع إدامة الزخم باتجاه إشاعة وقبول الآخر والاحتكام إلى العقل وإلى المنطق ونبذ ثقافة العنف والكراهية التي للأسف للأسف تغذيها كثير من المؤسسات السياسية بل والدينية يعني ونشهد أنه خطابات أنا أتعدل بشكل عام مؤسسات دينية كثيرة لا زالت تراهن وتعول على خطاب يدعو إلى العنف وخطابات متطرفة تدخل المجتمعات في نزاعات أهلية وتدخلها في دوامة حروب فأني أدعو يعني رجال السياسة ورجال الدين إلى أن يكونون أكثر قربا إلى فكرة السلام وأن يستعينون بمشروع ثقافي لأن الثقافة كما قلنا هي الحل في أنه نخلي العالم ندفع باتجاه السلام ونبعد عن منطق الحرب اللي يبدأ شبحها يترى إلينا للأسف إن شاء الله الفنان والأكاديمي الدكتور حسين علي هارف نورتنا في بيت للكل تمنياتنا لك بالسلام الدعم إن شاء الله وتحياتي والسلام عليكم شكرا دكتور